مشاهدين مشاهدي الناير live شبكة NTN صباح الخير عليكم النهاردة الجمعة 20 يناير بصبح عليكم كلكم يا رب يوم نعد علينا كلنا على خير ان شاء الله صباح الخير يا فادي صباح الخير يا ايمان صباح الخير لكل مشاهدينا حلقة 20 يناير 2011 يا رب نهاية اسبوع سعيدة عليك جميع وكلها كم يوم و25 يناير هيجي علينا والطورة سوف تعود وهنشوف ايه اللي هيحصل في الهام اللي جاية لكن من اهم الحاجات اللي هتحصل في فترة القادمة طبعا اجتماع مجلس الشعب الاول يوم 23 يناير وكمان مسيرة مبدعي مصر يوم 23 برضو للتوجه الى مجلس الشعب لتسليم طلبهم باتاحة حرية الابداع والحريات عموما التقافية لا هيبقى برضو يوم 23 يناير يعني كم يوم هيبقوا مهمين جدا في مصر لكن المهم انه المسيرة دي هتبقى مؤمنة من الداخلية للمبدعي مصر كلهم فنانين وصحفيين وادباء هيأمنها وزارة الداخلية وهيكون معنا النهاردة فقرة عن اداء الداخلية في الفترة اللي فاتتة هيكون معنا الدكتور ايهاب يوسف الخبير الامني ورئيس جمعية الشرطة والشعب هنتكلم معاه بالتفصيل عن اداء الداخلية في الفترة اللي فاتتة وطبعا زي ما احنا عارفين ان في خلال السنة اللي فاتت حصل انقسامات كتيرة جدا بين الشعب المصري انت فلول لا انا طبع الثورة لا انا مش عارف ايه انا مسلم لا انا حاجات تانية كده كتير فهيكون معنا فقرة النهاردة مع المفاكر الاسلامي ريدا طييمة على كيفية عودة الانتاج والقضاء على الفتن والانقسامات وهيكون كمان معنا فقرة مهمة جدا عن مرض السكر وطبعا اللي ما يعرفش علاج مرض السكر بيكلف وزارة الصحة سنويا حوالي 8 مليار ذا كان يمكن من المشكلة الحقيقة في مصر انه اكتر من 50% من مرضى السكر ما بيبقوش عارفين انه هم مرضى وده اللي بيسبب مضاعفات كثيرة هيكون معنا النهاردة دكتورة ايمان رشدي استاذ البدنة والغذة الصماء بجامعة القاهرة نتكلم معها بالتفصيل في كل ما يخص الموضوع ده وهيكون معنا كمان فقرة الصحافة مع الكاتب الصحفي احمد سامي متوالي الكاتب الصحفي بالاهرام هيكون معنا ايه كمان يفادي هيكون كمان معنا فقرة عن اصر بشتك وتحويله الى بيت الغناء العربي هيكون معنا الفنان محسن فاروق هنتكلم معاه بالتفصيل لكن خلونا متدني بفقراتنا بقولة فقراتنا مع الصحافة مع ايمان بادر فصيل تابعون